مشكلة بقى في الزمالك هقولوك بس القيمة وبعدين اتكلم في موضوع ايقاف القيد قيمة الزمالك اللي جامز اختارها وهيسافر بكرا ان شاء الله الى غانا محمد عواد في حراسة المرمى ومعاتين حراس شباب معاز علاء الدين وعبد الرحمن نفاد عمر جابر حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد مصطفى الزناري ياسر حمد احمد فتوح نبيل عماد دونجة محمد شحاتة احمد حمدي زياد كمال مطيابة وابراهيم انضاي محمد عاطف سيد نمار مهابي ياسر شكبالة مصطفى شلبي زيزو سيفي الجزيري ناصر منسي سامسون ايكنول كله هو موجود فتوح موجود عمر جابر موجود زيزو موجود فالحمد الله التلات لعيبة دول حيفرقوا كتير مع نادي الزمالك ان كان طبعا لعيبة مهمة ولعيبة اساسية فتوح ناحية الشمال كده عمر جابر يلعب ناحية المين لو فتوح بدأ ناحية الشمال فالزمالك هتبقى الدنيا معدولة وعنده جابهتين يقدر يهاجم منهم بشكل كويس جدا زيزو كمان قوة كبيرة جدا في خط نصه وهجوم نادي الزمالك من اللعيبة اللي عنده خبرات ولعيبة مهمة جدا في النواحي الهجومية والدفاعية كمان ان زيزو يعني بلاي ميكر صنع العاب وكمال بيعرف يجيب جون كور العرضية والكور السابتة والتزديدات من خارج منطقة الجزاء وبيكمل من ناحية المين وبيخترق من العمق من اللعيبة المهمة جدا اللي بتفرق كتير فأداء نادي الزمالك خصوصا كمان في غياب عبدالله السعيد ونصر مهر فان شاء الله بالتوفيق للزمالك وتشكيلة الزمالك مش هتختلف كتير عن مباراة الزهاب هنا هتختلف بس في لعيب واحد وهو محمد شحات هيلعب بمحمد عواد في حراسة المرمى وانا طمنتكم على عواد قلتلكم بارك كان عمل أشياء على ظهره من يومين والحمد لله ما فيش مشكلة يعني كادمة بسيطة عواد في حراسة المرمى لو فتوح هيبدأ وجاهز مية في المية وطبعا فتوح اتمرم مع الفرقة بس طبعا لسه 3 يام على المباراة المباراة يوم الحد احنا النهاردة الاربع لقص خميس جمعة سابت 3 تدريبات لكن لو فتوح جاهز بنسبة مية في المية فتوح هيلعب ناحية الشمال وعمر جابر ناحية اليمين المسلوسي وحسام عبد المجيد سابتين في قلب الدفاع لو لقدر الله فتوح مش جاهز بنسبة مية في المية هيلعب عمر جابر ظهير ايصر والزناري ناحية اليمين ده في حالة عدم جاهزات فتوح هو فتوح خلاص جاهز بس انا بتكلم على الجاهزية الفنية والبدنية هو خلاص خف من الاصابة بس عشان ما ترجع من الاصابة تبقى محتاج يعني بالتدريج كده تخش المطشط فخلينا نشوف هيبدأ بيه ولا حيقعد احتياطي ويستخدمه مسلا في الشرط التاني في نص الملعب حيلعب بقى باتنين حيلعب بدونجا نبيل عماد دونجا وشحاتة محمد شحاتة قدامهم حيبقى احمد حمدي وزيزو ومطيبة وسيف الجزيرة دي التشكيلة بتاعت نالي الزمالك يعني حسب معلوماتي كده من داخل فريق نالي الزمالك انه برضو جومز هناك مش حيندفع هجوميا في نص الملعب زي ما كان هنا بيلعب بقى بكله في خط النص بدونجا وحيكون معام حمد شحاتة برضو عشان يعمل الدور الدفاعي واحمد حمدي مطيبة زيزو وسيف الجزيرة ده التشكيل الاقرب لنادي الزمالك في مباراة يوم الحد امام دريمز الغاني ان شاء الله